أوكرانيا والشعب الأوكراني وسنستمر بتقديم دعم لهم وستنتصر أوكرانيا شكرا من بين أتكن ساعات لأوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية فقوة نووية كبيرة قد اعتدت على دولتنا مجاورة وتهدد بأعمال انتقامية ضد أي دولة أخرى قد تأتي إلى إنقاذ الدولة الصغيرة هذا لا يعد أكبر انتهاكا للقانون الدولي بل يعد أيضا انتهاكا للمبادئ البشرية المبنية على التعايش وسيكلف أرواح الكثيرين من دون أن نعرف ما هي تدعية الحقيقية لذلك ستكون الاتحاد الأوروبي سيرد بشتى الطرق ورئيس المجلس الأوروبي شاعل ميشيل قد دعا لعقد الشماع للمجلس الأوروبي مساء اليوم وسيوفقون على توفير المساعدات السيادية لفرد أقصى حزمة من العقوبات ضد روسيا وهي من بين الأشد التي فرضناها في تاريخنا كالممثل الأعلى لشؤون الخارجية والسياسات الأمنية في الاتحاد الأوروبي ستواصل مع شركائنا من حول العالم وذلك لضمان أن يتمكن المجتمع الدولي ملمن بحرجية هذه اللحظة وبخطورتها وبأن نبقى متحدين ضد روسيا ولندعوها لأن تكفى عن سلوكها الحالي غير المقبول وستواجه القيادة الروسية إن عزالا غير مسبوك لا يتعلق الأمر بالتكتلات ولا يتعلق الأمر بالألعاب الدبلوماسية بل هي مسألة حياة أو موت ويتعلق الأمر بمستقبل المجتمع الدولي وسنقف متحيدين من خلال شركائنا عبر الأطلس ومع كل الدول الأوروبية دفاعا عن هذا الموقف سنبقى متحدين وسنقول أنهما من عنف أو دمار يملكان القدرة على تدمير المكاسب الدبلوماسية الاتحاد الأوروبي يبقى أقوى مجموعة دول في العالم ويجب أن لا يستهانوا بنا نحن سنعمل الآن على تصميم تقديم المساعدات الطارئة لأوكرانيا في وجه هذا الموقف الخطر كما سنكون فاعلين في تدبير عمليات الإجلاء بما فيها لموظفين في المناطق التي تعرضت لاعتداء الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى شركاء عبر الأطلس وشركاؤها أجرت وبذلت جهودا غير غير مسبوك لتحقيق حل دبلوماسي للأزمة التي أدت إليها روسيا إلا أن موسكو لم ترد بالمثيل ولكن عوضا عن ذلك قد اختارت روسيا أحديا أن تبدأ بتصعيد غير مسبوك قد يؤدي إلى حرب الرئيس فلاديمير بوتين الرئيس الروسي عليها أن يوقف هذا الاعتداء غير المنطقي واليوم نحن أفكارنا مع وصلنا